طبعاً ما توتر مش عارف هيخد ديل من مين بالضبط بس متحمز برضو عارف إن إن شاء الله فآخر هيبق فيها خير لو ما خدش ديل هابدأ بالوحش طبعاً هاشوف إن نقطة ضعفة في شركة وهحاول أناميها وإن شاء الله أكون موجود تاني في سيزن 2 بس لو خدت ديل الأول حاجة عاملة هو تشغل من تاني يوم على طول الشركة تخلص في خلال أسبوع ها شركس أنا يسمي يوسف عن در 4 عام وأنا جاي يعرض استثمرار 370 ألف جنيه خمستاشر في معامل الفكرة بتاعتي تابتاك أنا عايز حضراتك كنت تتخيلوا معي دلوتي حضراتكم استعقلين وعايزين تحاسبوا على منتج زي المنتج اللي معي دلوتي بس في طبور طويل ومع الوقت مش سامح نتصف فيه فإلا أنا هعملوا لحصنحظي المنتج ده بسفورت تابتاك الفكرة بتاعتي فأنا سأعمل سكان للليبل الذي ستبقى عليه تشتغل بتكنولية الـ NFC تكنولوجي أو QR code لو الـ NFC لا استغل سأعمل سكان الـ QR code اللي هيطلع هنا وهي دي عملية الشراء للقصر هيبقى ياما أبليكيشن ياما ويبسايت بيفتح لو الشخص مش منزل الأبليكيشن already هيبقى ليا في الـ option إن أنا ياما أعمل إكسبرس شاكاوت من على الموبايل أعمل شاكاوت للمنتج من على الموبايل يبقى ميركي بعد ما أحسب عليه أو أعرف أكتر عن المنتج زي المقاس الـ quality أو أي حاجة لو مش موجود في الفرع ده ممكن أعرف موجود في أي فرع تانية بيسكلي أي حاجة ممكن الشخص اللي شغال في المحل ممكن يعرفاني بس بسبب شورتيج الـ staff اللي موجودة ده هيساعد جداً في الناس اللي مستعجلة وعايز أتخلص المشاور بتاعه هيبقى عندي الكارد بتاعتي هيبقى فيها الـ product بتاعتيه ممكن أعمل add product وأعمل سكان الـ product تاني وأحسب عليه برضو أو أعرف أكتر عنه أو أعمل check out على طول هيبقى دامي الـ payment page ممكن أستعمل more payment options مثل Fodafone Cash أو PayPal بعد كده هيبقى معي الكارد كود دوت هعمل له سكان عند الكياس ديت كده وهخلص العملية من على الـ screen اللي هتبقى هنا اللي هتظهر على الـ screen يأما ممكن أبعته لحد من أصحابي هدية كلينك ويروح يستلموا من أي فرع قريب منه أو ممكن أحط storage لو أنا مش عند المحل دلاتي وعايز راح أستلموا على طول أو أخرج على طول هاي هم يحطوا storage عندهم يحكزوه باسمي وأنا محسب عليه أرفق أي وات أخذو ورا واحدين ودي الـ process اللي هتبقى موجود هنا على الـ screen بس بعد ما يبقى عندي الـ QR code اللي شفناه في السلايدر اللي فاتت الظاهر هنعمله سكان في الـ QR code سكانر اللي موجود هنا هنحط الـ product جوه الـ dedicated basket لحد ما يقول لنا ان احنا نشرهم وبعد كده هيكون الـ order خلاص complete كل الـ احتياطات الأمنية هتكون اتعملت قادر أخرج بيه مش هيزمر لما يأخرج وما فيش ثفت ممكن يحصل بأي شكل وبكده هكون حسبت عن المنتج وبقى ملكي إيش شطرة دي يا يوسف؟ فكرت في الفكرة دي إزاي؟ أنا كنت عايز أبدأ مشروع عشان عجبتني جداً فكرة NFC technology بدأت بفكرة قديمة كانت كرت بيدي الـ medical information بتاعت الناس يعني مثلاً حد دخل في حدثة بدل ما الناس تصور القديم بتاعته تعمله بوست على فيس بوك الكرت ده هيدي الـ information اللي هي بقى الرقم التليفون نوع الدم وحاجات ذات بتشتغل بنفس التكنولوجيا الفكرة طورت طبعاً وقلت أنا كنت مستعقل في حطيت في موقف دوت كنت مستعقل في اليوم دوت وقلت أكيد هيبقى في حل فقلت ممكن تعمل نفس التكنولوجيا اللي استعملتها في كرت فإن أنا أعمل شاكرة للمنتجات بشكل أسعى وهو ده اللي أدى أني أنا أحمل التعب تاك معلش الفكرة مش جديدة وفاري كومرس فأنا مش عارف إيه الجديدة عندك عن اللي موجود في السوق الجديدة اللي عندي هي إن إحنا شركة منفردة بتعمل الكلام دوت ما فيش على قد ما عرفتي أنا عملت ريسورت وكدا ما لقيتش شركة منفردة بتعمل محلات وتبروفيدهم مع التكنولوجيا ديت إحنا أكيد لما نجي نعملها هتبقى أكتر إن إحنا هنعرف الشخص اللي عايز يشتري منتج السايزينج لو مش موجود في فرع داي لأي فين ده هنعمل داتا بيس كامل للمحل اللي إحنا هنعمل محلات معه وندخلها فتاق 6 سنتي في أي تكنولوجيا تانية في الباسكت أم لا؟ قدام حضراتكو هيبقى فيه أنفلوبس الأنفلوبس ديت هيبقى فيها التكنولوجيا اللي إحنا بنستخدمها جوا إحنا أنا توصلت مع مصنع أقراضي وقالونا إن هم ممكن يعملوا مرج للرف اي دي تكنولوجيا والانف سي تكنولوجيا هم يعملوا في واحد فتاق واحد قدام حضراتكو هتبقوا شايفين رسمة مرسومة بالإسود محطوطة فوق وفي زي سامبل صغير للستكر ملزوق تحت برضو التكنولوجيا ديت أنا سألت المصنع قالوا لي إن ما فيش حد استخدم الرف اي دي والانف سي تكنولوجيا دي قبل كده أنا كنت قاعد المصنع بعط لي رسالة قال لي يوسف أنت كنت عايز حاجة زي كده إحنا لسنا مختار عنها وعايزين نعرف لو أنت هتحب هتبقى انترستد فيها قلت لهم أيوة طبعا ما أحب أعرف أكتر عنها وزبطنا بالبرايسين وزبطنا الفرايت وكلام ده كله وزي ما حضرتك سألت جوه الباكس ديت هيبقى فيه حاجتين حاجة بتكشف الأنف سي دي اللي بتشوف لو منتج اللي حطيته هو فعلا منتج اللي حسبت عليه من عم موبايل عشانا ممكن بكل بساطة أجيب منتج أغلى وحطه هنا أماوة الماكينازم وأخرج بيه وابقى أنا حسبت على منتج أرخص ده بقى اللي هيعمله هو أنها تشوف لو منتج اللي حطه هنا نفس المنتج اللي حسبت عليه لو لأك هيداتينيت التكنولوجي الأرفا دي جوه اللي مش هتعمل بيبنج لما يجي آخرك فمش هيبقى فيه حتى التعجز السودة الكبيرة اللي بتبقى ملزوقة على اللبس ديات أنا لقيت أن هي ممكن تتشال ببساطة أنا كان عندي واحد نسيه وإحنا بنحاسب روحت البيت ولقى على كاتر شلته يتشال بكل بساطة في البيت الستيكر دوت انبيلين مش بيتشال إلا بعد كام غسلة يعني لو رحت المحل عايز أسرقه عادي عادي كده مش تشال إذا ما روح ببيت هاخسل المنتج مرتين ثلاثة مثلا عبال ما هو يتشال لللبس بقى المصنع اقترح إن إحنا ممكن نعملها فابريك بتتخيط من جوه فدي أكيد هتبعت لمصنع بتاع الهد كورتوريز بتاع اللبس هتتخيط وكلي كانت هاي الضباط وتبقى بنفس العملية ونفس كل حاجة الضباط ممكن يستعمل في أي حاجة مش اللبس بس شمالة ١٨٠ يعني ١٥٠٠ ١٥٠ هاي كانت مفروض هتبقى ١٥ ألف دولار بس الوطارتي بتاع تبقى الماركت وكلام ده كله غيرت فالفكرة كلها الفلوس دي بس هتروح نحو إن إحنا نجيب الفرست سامبل وإحنا نتواصل مع المصنع ونجيب أول كياسك نتواصل مع محلات ماركتينج هي هتبقى كميشن بيست إحنا هنكلم المحل عايزين يتعاملوا معنا تمام هناخد كميشن برسنتيج داية هنوديها للمصنع هنحطها نحو إن إحنا نعمل كياسك والستيكرز ونبعتها للمحلات عايز تدرسي بعد المدرسة؟ صراحة فكرت في بيزنس أدمنستريشن أحب إن أنا أتخرج بأم بي إي بس أكيد بعد ما أخلص باتشاريز الأول قدامك كم سنة في المدرسة؟ أنا قدامي أربعة أربع سنين في المدرسة؟ أربع سنين ممكن ثلاث سنين لو خلصت إي لفلز بادري في حد معاك في المشروع دا؟ أنا اللي عرضت على بابايا قلت لبابايا أنا عندي فكرة دي بابا طبعاً إن هو يبدأ معي بزنس وريته شوك تانك أنا أصلاً بتابع شوك تانك اللي في أمريكا وعارف إزاي الدنيا بتشتغل هناك فوريته شوك تانك قال لي إنتز تعرف تدخل على حاجة كده؟ قلت له لا أدي في أمريكا لازم أبقى أمريكي عشان أدخل عليها أول ما لقيناها نزلت في مصر قال لي يالله أعمل على طول روح بتش الأيديا جبت شوك أنا هدخل معاك الفكرة كلنا محتاج شوك علشان عايزين الإكسبرينيس على حضراتكو عايزين حد يوصلنا لمحالات عايزين اسمنا يطلع هي دي الفكرة كلها الفلوس اللي إحنا هناخدها دي مش هي اللي هتكوفر تامنة الكياسك والستيكرز إحنا عايزين بس أسك بسيط جدا وقرنا اللي بقيت الأسك سيلة تطلع الشوك علشان إحنا فعلاً فعلاً محتاجين شركة معنا مين الزبون بتاعك؟ الزبون بتاعنا هي المحلات الكبيرة فانت المحلات أو التجزئة ريتيلر نفسه ومش المصنح بالضبط لأنك تطول في حاجات ممكن تبقى تتخيط نفسها من الأول بالضبط فدي بقى إحنا هنتواصل مع مصنع بقى إحنا نبعتها للفاكتوري بتاعتهم زي زارة مثلاً بنقول لزارة إحنا هنبعت المنتج دوت المصنع بتاعكم إن هو يتخيط على الحاجات بتاعتكم بس وردو ممكن تتحط جوة تدس اللي هو اللي بيسعر الحاجة وتتحط في محل دوقة للأكساسوريز للموجز للحاجات دي كلها تكلفتها تسعة جنين تكتب في الجواب بالضبط بس التمن ده ممكن يإما يدفع من المحل نفسه يإما يتضاف على الفاتورة يإما يتضاف على تمن المنتج أصلاً يعني أنا لو رايح أشتري مثلاً تشيرت بـ 700 جنيه 715 جنيه هيتضاف عليه 15-730 السعر مش هيكون فرق كبير من السعر المبتدئ أنت عندك كب سنة؟ أنا عندي 14 سنة أنا مبهور منك إن شاء الله أه والله أنت يعني حاجة مثال فضيعة يعني وتتكلم كويس وعرف السبجيك بتاعتك كويس وفكرتك كويسة حد عنده أسئلة تانية التكنولوجيا يا يوسف ديت تستحمل فونكشن ستانية ولا هي بس حيات التسعير والشيكاوت والحاجات ديت يعني هتفضل أتاتش للبرودكت ويبقى لها فونكشن ستانية فونكشن ستانية زي إيه مثلا؟ يعني المعلومات أكتر تفضل موجودة عليها فيبقى أصلا طبعاً أيها طبعاً طبعاً إحنا الـ الـ RIF ده إحنا بنستعمله في المصانع وبنستعمله في الشيبينج والكلام دوت وده كان من سنتين سعره دولار فدلوقتي زمن سعره نزل جامل جداً فده موجود في كل الصناعات فالتكنولوجيا موجودة بس المرج اللي إحنا عاملينه دوت ده المصنع هو اللي عمله وقال لنا أنتو أو الناس هتسكامل انت المصنع ده فين؟ المصنع في الصين إحنا توصلنا معهم إنه ده يبقى الـ headquarters بتاعنا ده اللي هيوصل لمصانع عشان ممكن يبقى فيه مصنع في تركيا مش هنوصل من الصين لمصر للتركيا لا أحنا نوصل من الصين على طول لتركيا فيه مصنع في أمريكا هنوصل على طول لأمريكا عشان يناسب كل محل والـ preference بتاعته مين اللي هيدير البزنس بقى يوسف وانت بتدرس؟ لا هو عمتا البزنس أنا في البزنس بقى لي أظن ثلاث سنين دايماً طول ما نقعد لازم عمل سعيد هاصل لازم عمل بزنس لازم عمل حاجة بقى لك ثلاث سنين في البزنس؟ بقى لي حوالي سنتين ونص مثلاً في البزنس دوت ولا عملت حاجات تالية؟ مش في البزنس دوت بزبط بزنس ده أظن بدأ في 2022 أنا زي ما قلت لحضراتكو كنا بنفكر في الكارت الأول بعد كده اتطورت لحد ما بقيت دوت لسة ما اشتغلتش معملتش أي عالأرض الواقع وما غربتش في مشروع في أي شوبر ماركت في أي حتة معينة حاجة طاب تاعت دوت؟ لا، أنا دلوقتي أريد شرك بأسك بسيط علشان نوصل لسوبر ماركتز نوصل هالحاجات لا، أريد شرك؟ شرب صديت؟ أنا أريد شرك مستعد تسمع الأوفر بتاعي؟ مستعد تسمع الأوفر بتاعي؟ مستعد تسمع الأوفر بتاعي حديتك ديني أوفر الأوفر هو الأسك بتاعك بالضبط 15% بتقولت 170 ألف جنيه ده القفر بتاعي وأنا مش هفصل أول مرة ما هفصلش مع حبي فيه أي شوكس حبي يدخل مع أستاذ آيمن؟ أنا حبي بشارك مع آيمن لو آيمن ما عدمش مانع لأن أنا نفسي سعبك مبسوط جداً حاجة زي كده عشانك إنت بس وعشان مجهودك أنا هعمل لك عشرة من الستان دولار فور فري طب حضرتك ممكن تأخذ أكوتي برضو مش عايز أكوتي لا أنا عد حضرتك أكوتي خلاص ثلاثة شوكس فيه شوك يحب يدخل في الديل دوت نعم طفل إن شاء الله ربنا أعطى إن شاء الله أيمن موافق بس الأول ولا لا أمواعنا موافق طبع ديون ربنا يبارك وإحنا ما عايزين حاجة غير ما إحنا نأخذك على رجلك شك 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 أنا ما يعني بجد لو عندي كاس حد يقولك أهوالله أهوالله بجد والله شك 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 أنا شك 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 حبيبي هلو مبسوط بي جيد لن بجد ربنا أوفقك إن شاء الله شك شك مع السلام شك 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 ما حاجة إيه ده أنا أنا بقصة مش قدر أكمل بقى ما أشعر من أول البطاعة مش قدر أكمل الفكرة ماش كبيرة شك 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 نعم بس عمري ما أقبلت واحد زي ده 15 سنة وشغال بالره 3 سيدي عمري كله ما أقبلت واحد زي ده أنا خايف عليه من الحاسد بس اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه